السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن حديث جبريل المتعلق بتجديد الايمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دات يوم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض التياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله قائلا فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشات يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث ماليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسله اعلم قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث الصحيح يسمى بحديث جبريل فحتى يعلم الله تعالى المسلمين دينهم بان الدين هو اسلام وايمان واحسان احتاج الامر لأهميته ان ينزل عليهم سيدنا جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي انزله الله تعالى على سورة رجل يحاور النبي صلى الله عليه وسلم حوارا مدهشا يسمعه الصحابة مباشرة ويتلقونه من جبريل مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعت الله تعالى هذا الملك يسأل النبي حتى يستفيدوا ويستفيد من بعدهم ابناء الامة الاسلامية فجزى الله عنا سيدنا جبريل خير الجزاء فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا مع صحابته في المسجد يلقنهم الدين ويوضح لهم مبادئ الاسلام اذا طلع عليهم هذا الرجل الغريب في سورة انسان ليس من اهل البلدة انه الشديد سواد الشعر وشديد بيض الثياب ولا يرى عليه اثر السفر المفروض انه بما انه غريب يعني مسافر والمسافر يقطع اشواط كثيرة في الصحاري والتربة والاوساخ المفروض ان يكون الشعره منتفش وتيابه وسخة لكن هذا الرجل يبدو انيقا وتيابه بيضاء ناصعة البياض فكيف يكون غريب مسافر انه امر يثير العجب فقال الرجل الغريب يا محمد على عدة البادية يسألون الرؤساء باسمائهم يقولون يا فلان كان الافضل ان يقول يا رسول الله يا نبي الله ولكن تعمد ان يخاطبه باسمه المجرد على عدة رجال البادية فكان السؤال الاول ما حقيقة الاسلام خبرني عن الاسلام الاسلام يعم جميع ما امر الله به ربنا ورسوله الكريم وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا كله يسمى اسلاما ان الدين عند الله الاسلام لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بالاصول والالكان الخمسة وهي الشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصيام رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلا لانها بديهية عند كل مسلم فالاسلام بهذا المعنى اول مرتم في الدين وهو الحد الادنى الجامع بين المسلمين ثم انتقل الى مرتبة اعلى قال حدثني عن الايمان الايمان يشمل الدين كله ايضا من اوامر الله وما نهى عنه سبحانه كله يسمى الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناغ اماطة الادى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارد ان يبين الاصول التي يرجع اليها الايمان وهي ستة ان تؤمن بالله انه ربك واللهك ومعبودك الحق وانه الخلاق العليم وانه له الاسماء الحسنى والصفات العلا لا شبيه له ولا كفأ له ولا ند له ثم تؤمن بالملائكة الملائكة المعروفين بطاعة الله وتنفيذ اوامره ربنا خلقه من النور كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور وخلق ادم مما وصف لكم وخلق الجن من ماره من دار الملائكة لا يعلم عددهم الا الله عز وجل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون الف ملك للتعبد فيه ثم لا يعودون اليه سائر الدهر وياتي غيرهم في كل يوم فهذا يدل على انه لا يحصى عددهم وهؤلاء الملائكة هم في طاعة الله وتنفيذ اوامره منهم جبريل السفير بين الله وبين رسله وهو افضلهم ومنهم اسرافيل الموكل بدفخ الروح ومنهم ميكايل الموكل بالقطر وبالمطر ومنهم مالك خازن النار الذي قال فيه الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ومنهم الحفظ الموكلون بنا وباعمالنا الذي نقال فيهم المولى عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم ملائكة سياحون في الارض يلتمسون مجالس الذكر فاذا ادركوها تجمعوا عندها ومنهم ملائكة سياحون يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن امته الصلاة والسلام ثم بين الركن الثالث وهو الإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه منها التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وصحف موسى ومنها القرآن الكريم وهو أفضلها قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والركن الرابع الإيمان بالرسل جميعا من أولهم آدم ومعده نوح عليه السلام الذي أرسل إلى أهل الأرض وهو أول رسل أرسله الله تعالى إلى البشر بعدما وقع فيهم الشرك وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والميزان والمرور على الصراط والركن الثالث هو الإيمان بالقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ربنا يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال جل جلاله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فما يجد شيء إلا وقد سبق بعلم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء فالمؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره يؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاغا وكتبها ما يكون في الأرض وما يصير فيها وعلم أهل الجنة وأهل النار وما يكون من مصائب ومن ويلات ومن خيرات وبركات كل مقدر عند الله ومضى في علم الله ومرتب القدر أربع كما ذكر العلماء هناك العلم والكتابة والخلق والإيجاد والمشيئة فالله علم كل شيء وكتم كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أحبابنا في الله ما زلنا نوصل شرح حديث جبريل فبعد أن تعرفنا عن جواب الأسئلة عن الإسلام وعن الإيمان جاء الرتبة الثالثة وهي قوله حدثنا عن الإحسان فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا أعلى مراتب الدين أن تعبد الله ربك كأنك تشاهده حتى تكون في عبادة على غاية الاستعداد والإحسان كأنك تشاهد ربك رأي العين فإن ضعفت عن هذا فاعلم أن ربك يشاهدك وأنك بعينه ومرآه ولا تخفى عليه خافية كما قال الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولهذا صارت هذه الدرجة هي الدرجة العليا بعض الصالحين من أهل التصوف زادوا معنى آخر قالوا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن سكتا سموها حالة الفناء أنت غير موجود ليس في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى فإن لم تكن تنفي شخصيتك تنفي كل صفاتك وكأنك غير موجود لأنك خلق من خلق الله فإن لم تكن واذكر ربك إذا نسيت هذا معنى قول الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت الذكر لله الحقيقي يكون بعد أن تنسى كل شيء تنسى الحياة وتنسى الأموال والصراعات والامتيازات وتنسى حتى زوجتك وأولادك وأحبابك وتنسى حتى نفسك اذكر ربك إذا نسيت هذا معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان أيها الأحباب الكرام هو رتبة في الدين فوق الإسلام والإيمان ولفظ الإحسان يدل على معاني ثلاثة ورد بها القرآن الكريم ووردت بها السنة المطهرة الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان إلى الناس كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وسائل خلق أجمعين وأيضا ورد الإحسان بمعنى الإحسان العمل وإتقانه وإصلاحه وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين بمعنى أتقنوا أعمالكم فإن الله يحب المتقنين مجموع هذه الدلالات في التعريف بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الإحسان يعطينا مواصفات المؤمن الصالح في نفسه وخلقه وتعامله في المجتمع ثم سأل جبريل عليه السلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعة أي متى تقوم ومتى يموت الناس ومتى يقومون لله رب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا ما أعلمها وأنت أيضا ما تعلمها كلنا لا أحد منا يعلمها فقط الذي يعلمها هو الله جل جلاله لهذا قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساغا قل إنما علمها عند ربي لا يجليغا لوقتها إلا هو فاستدرك جبريل عليه السلام وقال إذن أخبرني عن أماراتها فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض العلامات العامة التي وقعت في عهده وبعضها الآخر وقع سيقع في المستقبل من التي وقعت في عهده أولها أن تلد الأمة ربتها يعني السيد يستولد رقيقته وهذا وقع من أهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل ثم كثر في الأمة بعدما كثر الرقيق وكثرت الجوار التي تحمل من سادتها وهكذا أخبر بأن الحفاة العرات العالة وهم العرب غالب العرب البادية يغلب عليهم أنهم حفاة وعرات وعالة الفقراء أنه سيكرمهم الله بهذا الدين وسوف يصيرون ملوك الناس وسوف يصيرون من الأترياء الأغنياء وسوف يتنافسون ويتطولون في البنيان يبنون البنايات العظيمة الشوهقة العالية والبيوت والقصور الفخمة المزركشة وهذا مشاهد حتى في عصرنا هذا المقصود أيها الأحباب الكرام أن حديث جبريل جاء ليبين حقيقة الدين فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان وترقب لسعة هذا هو الدين لابد أن تستكمل حقيقة الدين بالإسلام الذي هو العبادات صلاة وصيام وحج وزكاة وشهانة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر وإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه وترقب لسعة دائما يكون المؤمن مستعد للرحيل ومستعد للوقوف بين يدي ربه ليسأله ماذا صنعت في الدنيا فيجيبه بكل أريحية أنه كان يعمل بمضامين الإسلام والإيمان والإحسان فالدين المراد تجديده للأمة بمن يستفيه الله تعالى من خلقه هو كل هذا لا يتبعض ولا يتجزأ والله تعالى وعد بأنه يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها يذكرهم بحقيقة الإسلام ثم حقيقة الإيمان ثم حقيقة الإحسان ثم يجعلهم يترقبون الساعة والوقوف بين يدي الله وهم من خشيته مشفقون أيها الأحباب الكرام حديث جبريل هذا المبارك فيه دلالات ومضامين ونستنبط منه الكثير من الأحكام لقد دل هذا الحديث على بعض آداب طالب العلم فمن ذلك ينبغي طالب العلم أن يحسن الجلوس بين يدي العالم على هيئة التواضع وأن لا يسيء الأدب مع شيخه وأستاذه بقول أو فعل أو هيئة وأن يراعي مع ذلك التجمل وتحسين الثياب والنظافة هذا معروف عند العلماء والفضلاء كما أرشد الحديث النبوي الشريف حديث جبريل إلى بعض آداب العالم مع تلامذته فينبغي للعالم أن يتواضع وأن يحلم على السائل وأن يتجاوز ما يجب عليه من التعظيم والتكريم ومن آدابه أنه إذا سئل عن شيء لم يعلمه فليقول لا أعلم كما يحسن به أن يكثر من إلقاء السؤال والجواب على الطالب وهذا أسلوب تعليمي نافع أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لمعادر رضي الله عنه مثلا أتدري ما حق الله على العباد وكقوله أيضا لمعض أصحابه أتدرون من المفلس وغيرها كثير كما يستحسن أن ينبه تلامدته على قواعد العلم وأصول المسائل طلبا لنفعهم وأن يجعلهم دوما شديد الخشي لله شديد المراقبة لجلال الله مستعدين دوما للقاء الله فاللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك اللهم صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا لك ربي كل حياتي ومماتي اللهم يا رب العالمين إنك تعلم كلامنا وترى مكاننا وتسمع خواطرنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا حبب لنا اللهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين واغفر لنا الدنوب والخطايا وبدل سيئاتنا حسنات واجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وقلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا واشرح لنا صدورا ويسر لنا الأمور يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد الرحمة المهدات سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين اللهم صل وسلم صلاة جلال وسلم سلام جمال على حبيبك سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل على الحبيب البشير الشفيع الندير اللهم صل على العالي القدر العظيم الجاه سيدنا محمدا صلاة تملأ خزائنا الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا النبي محمد بن عبد الله الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها وصل عليه عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها وصل عليه عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل عليه عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها اللهم صل عليه صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لن قضاء لها ولن سرم يا رب صل على سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وطريق شريعتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صل عليه صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير صلاة تحل بها عقدنا وتفرج بها قربنا وتنقذ بها عثراتنا وتقضي بها حاجاتنا اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة